كعادته منذ تولى السلطة في البيت الأبيض يجيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق فشل إدارته على شمعات الآخرين إلا أن أزمة تفشي فيروس كورونا في العالم وفي الولايات المتحدة على وجه الخصوص تبدو وكأنها جاءت لتكشف عن قدر المغالطات التي يحاول تروجها بين مواطنيه ولعل ذلك انعكس في تراجع شعبية الرجل مؤخرا مع بداية الأزمة اختار ترامب سياسة التهوين من خطورة الموقف مدعيا أن بلاده بعيدة عن خطر تفشي الفيروس قبل أن ينتقل إلى مرحلة أخرى مطمئنا الأمريكيين أن استعدادات القطاع الصحي كافية للتعامل مع الأزمة إن هي حدثت وأن الفحوصات ستكون في متناول الجميع تطمينات ذهبت أدراج الرياح التي حملت الوباء إلى الولايات المتحدة لتتحول إلى أكبر بؤرة لتفشي الفيروس في العالم بعد أن تخطت الإصابات فيها حاجزا نصف مليون بينما تجاوز عدد الوفيات عشرين ألفا من هنا عاد ترامب إلى ممارسة لعبته القديمة فتارة يتهم الصين بالمسؤولية عن تفشي الفيروس في العالم وتارة يتهم منظمة الصحة العالمية بالتقصير في أداء مهامها مهددا بقطع المساهمات الأمريكية عنها ولا يقترب الرجل مجرد اقتراب من الاعتراف بفشل إدارته وعجزها في مواجهة الأزمة بل يحاول استثمار أي انفراجة جزئية للترويج لعودة الحياة إلى المدن الأمريكية الموبوءة ترامب وجد ظلته في تراجع عدد من يحتاجون إلى رعاية طبية فائقة في نيويورك فخرج لتحدث عن إعادة فتح سوق العمل بنحو واسع من دون أن يكون هناك ما يكفي من معطيات أو إجراءات للقيام بخطوة من هذا القبيل الأمر الذي يهدد بموجة ثانية من تفشي الفيروس بينما المدينة لم تخرج أصلا من الموجة الأولى سياسة تؤكد أن ترامب يتحدث عينه على شهر تشين الثاني المقبل موعد الانتخابات الرئاسية التي يرى أن الإنجاز الاقتصادي يمثل وحده تأشيرة المرور منها ولو على حساب صحة الشعب وحياة الملايين منه